يعني مثلا يجيك الرافض يقول الصحابة رفعوا أصواتهم عند رسول الله طيب القرآن شنون تعامل مع هذا الخطأ قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك قال يا منافقين يا كفار يا مرتدين وإلا يا أيها الذين آمنوا اخنق السبعي بتعامل القرآن مع الخطأ وبتعامل النبي مع الخطأ صلى الله عليه وسلم لما خطأ الله أمنا عائشة وحفصة فيما فعلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة آية التحريم وعاتب الله نبي بتحريمه على نفسه ما أحلى الله سؤال هل الرسول طلقها أو وصفها بأنها منافقة؟ لا طيب إذن بقيت معه وآخر حياته كان بين سحرها ونحرها وكانت حبيبته بإجماع الصحابة يعرفونها بل كانوا يقصدون ليلتها بالهدايا لعلمهم أن محمد عليه الصلاة والسلام يحبها وكان يمشي معها بالليل يأخذ بيدها ويمشي بالليل معها يتحدثان حبيبة النبي ليست معصومة تخطئ وينزل القرآن في العتاب وقد نزل العتاب في حق مؤمنين بل في حق موسى عليه السلام لما قال الله وألقى الألواح لما ألقى ألواح التوراة وهي فيها آيات التوراة وذكر الله عز وجل وقال عن آدم وعصى آدم ربه فغوى هذا لا إشكال أن الإنسان يخطئ والأنبياء معصومون الله عز وجل يصويبهم وهكذا المؤمنون نحن ليس عندنا معصوم عندنا مؤمنون حقا هذا جايين يشتتون بس جايين يشتبون الصحابة يخطئ أبو بكر ويخطئ عمر ويخطئ علي ويخطئ عثمان وتخطئ أم المؤمنين عائشة ويحفصة وأمهات المؤمنين بل أمهات المؤمنين لما طالبنا النبي عليه الصلاة والسلام بالنفق اعتزلهن شهرا وأنزل الله في تخييرهن بين أن يعطيهن الله زينة الحياة الدنيا وبين الآخرة فاخترنا الآخرة وفي كتاب الكافي عندك يا عدو نفسه لسنا معصومات لكنهن مؤمنات صادقات عابدات مؤمنات ولذا الله عز وجل يعظهن يريد لهن الكمال ثم بيّن ذلك الله عز وجل ليش خاطبهن قال إنما يريد الله يعني يا أمهات المؤمنين إنما أراد الله بوعظكنا ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا شايف الله وين وأنت وين القرآن وين وأنت وين يلا بس اشتغلوا طعام في الصحابة يا مجوس ما لكم علاقة بالقرآن إذا أردت أن تخنق السبأي بالقرآن فقل له لما وقع الصحابي أو الصحابية في الخطأ كيف تعامل الرسول والقرآن مع ذلك الخطأ يعني مثلا يجيك الرافض يقول الصحابة رفعوا أصواتهم عند رسول الله حلو طيب القرآن شنون تعامل مع هذا الخطأ قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك قال يا منافقين يا كفار يا مرتدين قال يا أيها الذين آمنوا اخنق السبأي بتعامل القرآن مع الخطأ وبتعامل النبي مع الخطأ صلى الله عليه وسلم عائشة ولو أخطأت يوما ما فقد أصابت أيامها الأخرى كلها رضي الله عنها وإن لم تكن معصومة تخطئ وتصيب أعني مقابل هذه الأخطاء أضعاف مضاعفة من الصواب والإيمان والصدق والنصح ولذا كانت حبيبته بإجماع الصحابة لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر